النهاردة في مجتمع نشأ جوى الكمباوند أو أطفال نشأ تكلمش غير إنجليزي ما بتتعاملش مع مسلسلات أو دراما مصرية كل شغلها على المنصات اللي برة أكلوهم مش الأكل اللي احنا متعودين عليه شربوهم نفس الكلام طريقة تعليمهم نفس الكلام إزاي بقى أنا لو ابني حتى تصادف وجوده في مثل بيئة زي دي أخليه مصري حقيقي أدي له هويته عشان لو سافر بر أو كده بقى مضطمن عليه إنه هو يعني مولود بأخلاقنا وبعدتنا وبتقالدنا أيوة زي ما حضرتك قلت هو قيم الدينية القيم الاجتماعية اللي هو هقول لحضرتك من طالب بساطة التربية القائمة على عيب كلمة عيب ما بقتش تتقال يعني في نمط التربية الوقتي ما بقتش تتقال كلمة عيب ما تعملش كده ما يصحش احنا ما بنعملش كده لازم تستأذن فيه تعليمات فيه قواعد كل بيت ضروري يكون فيه قواعد والقواعد بتمشي على الكبير والصغير يعني ما ينفعش أقول دي قاعدة في البيت وهي ماشي عليهم بس ومش ماشية على الأب والأم دي قاعدة البيت يخرجوا او مثال يا دكتور هقول لحضرتك يعني بس أنا عايز أقول القواعد اللي أنا بقصدها ان علشان عشان هدفها ايه هدفها ان الطفل يبقى في بناء الشخصية عنده التزام وإطار يعني مثلا في المدرسة فيه قواعد صح فيه يونيفورن ضروري ان احنا نلتزم به فيه لمة شعر للبنت ضروري تلتزم بيها فيدي تقولك طيب أنا زميلي نسيبين شعرهم هم مخالفين للقواعد تمام هياخدوا لفة نظر انما احنا ملنجدعوا بيهم احنا بنمشي على ايه على القواعد بتاعته بتاعت المدرسة بتاعت البيت قواعد البيت بنتغدى الساعة خمسة بننتظر بابي لما ييجي ونتغدى كلنا بناخد سناك بعد المدرسة وبعد كده الغدى بعدها بساعتين دي قواعد يعني فيه نظام فيه قواعد بنمشي عليها كلنا في البيت وكل بيت وليه قواعد بتاعته ثقافته صحيح اللي هو بيبقى ليه طبعه في البيت نفسه بيبقى فيه طبع البيت فهي الفكرة بتبدأ من هنا من وهم صغيرين بنمشي على ده طب بنطبقه أنا ما عنديش فكرة التربية اللي هي الإيجابية والتربية فيش تربية إيجابية وسلبية هي التربية تربية فيها حزم وفيها حزم يعني يعني القواعد لما بنخلق هي كلمة اللقى بتتقلق خلاص صحيح ترجمة نانسي قنقر